اخيرا فريق من اللي بشجعهم كسب الحمد لله رب العالمين فريق من اللي بشجعهم ما خزلنيش ما دايقنيش ما عصبنيش طبعا الناس اللي متابعاني من زمان واخواتي بحيواني متابعاني من زمان عارفين ان انا بشجع تلات فرق الزمالك في مصر وايه المدريد في اسبانيا ومانشستر نايت في انجلترا زي ما كابتن مثلا او دكتور ممدوح نصر الله بيشجع انتر وارسنل والاهلي ومش عارف مروان سري بيشجع مين كل واحد بيشجع فرقة مثلا في اوروبية اساسية زي اليونايتد ما انا بشجعها والزمالك في مصر وريان مدريد في اسبانيا هتقولي يعني ريان مدريد لو لعب اليونايتد تبقى انت هتشجع مين فيه وما شجع اليونايتد طب لو الزمالك هشجع الزمالك مصدر البهجة والسعاد المهم يا جماعة الخير وطبعا بعد الزمالك مخسر مبارح وريونايتد النهاردة في اول ماتش ليه مع الموديل الفن الجديد اموريم اللي بيلعب اما بابس وتشتاون اه ابننا سام مورسي فيها وكل حاجة لكن لسي صعدين من التشامبيونشيب دور الدرجة التانية الانجليزي ومعرفش اكسابه ومتعدد معهم واحد واحد فقلت خلاص تكمل بقى تكمل بقى بريال مدريد اللي ينزل يخسر ويلا مش مشكلة قدين اخسرنا مبارح زمالك ويلا ونبطل تشجيع كرة وناخد اجازة اسبوع نرتاح فيها شوية من التشجيع الكرة وحرقة الدم اللي بنشوفه مع الفرق دي وافاجأ بالمفاجأة الكبرى عارف اللي هوها الان المؤسامير سمكرة مهم وافاجأ ان ريال مدريد ما يخزلنيش ما يضايقنيش بل يفرحني وريال مدريد ولسه فيه مطش مؤجل خلي بالك احضروا لنا برشلونة الان احضروا لنا برشلونة الان بس احضروا لنا برشلونة الان بس ما تجيبهمش بكرة الان دلوقت يعني فاحنا لسه فضل لنا مطش مؤجل و30 نقطة بقلص الفرق بين يوبين برشلونة دلوقتي فانا فرق اربع نقطة مطش المؤجل ان شاء الله كسبه يبقى كده فرق نقطة واحدة يمعلم وتيجي تبص على مطش النهاردة امام ليجانس هنعرف ان انا مش بلعب امام اتلتكو مدريد ولا برشلونة ولكن يعني انا عايز اتبصد كليان بابي جاب جون بقى وبيلنج هام جاب جون وفالفيردي جاب جون وصباح الفل يا معلم ديئة 43 و60 وديئة 85 بس بغض النظر عن كل الكلام ده وكل الاهداف اللي دخل دي برضو مازال في مشكلة عند ريان مديد الا وهي كارلو انشيلوت المدير الفني التاريخي المحنك عندك مشكلة مع مريم مديد اقولك اه عندي مشكلة كارلو انشيلوت مدير فني ما يختلفش على اثنين لكن يا جماعة اي مدير فني مع اي فريق بيكون لي وقت زي كده مثلا يارجن كلوب مع ليفربول ليه وقت خلاص بعد كده تجي موضوعه خلاص بازد معه جورديولا مع السيتي ما حصلتش في تاريخ جورديولا ابدا انه يخسر خمس مطشاط على التوالي في تاريخه التدريبي خسرهم مع السيتي وهلند في ثمان مطشاط في الدوري جاب جونين هلند اللي كان يعني بيرقع انا في الفانتازي نسيت المرة ليفاتش ليك كابتنا مع هلند احطى على محمد صلاح فعقبني محمد صلاح النهاردة وكسل ثلاثة اتنين ووصل لميت جون والله اكبر ربنا يا حفاظه لكن تجي تبص على ريال مدريد في المباراة دي بغض النظر عن الاستحواز اللي كان 68% و 16 شوطة شطناها على المرمة منهم تسعة والكلام ده كله عارف برضو ان الناس تقول لي يا جماعة انت يا حبيبي بتلاعب ليجنس بتلاعب فرق امركز 14 الدوري فمتعيش انت مكسبتش اتليتكو بس اقول لك برضو ان بالرغم ان انا بلاعب ليجنس والفريق نازل يعني ليجنس الملعب بتاعها جماعة اسمه ستاديو مونيسيبال دو بوتارك اسمه غريب يعني ايا كان يعني بحفظت اسامي ستاديات المهمة علفت نظري اسمه فبرغم كل ده الا انك قدرت النهاردة الحمد لله الحمد لله وده الاول مرة منذ فترة كبيرة ان احنا نخرج بزيرو شوطة انتارجت علينا يعني لعيبة ريال مدريد قدرتوا انهم يعملوا بلوكات حيث عندنا خرم في الدفاع قدرتوا انهم يعملوا بلوك للشوطات بتاعت مهاجمين ليجنس وقدرتوا انهم يقفروا مفاتيح لعبهم وقدرتوا انهم ما يخلوش ولا كرة شوطة انتارجت طول التسعين دقيقة بالوقت الاضافي او الوقت عفوا بدل الضايع ولا شوطة على المرمى اربع شوطات في السماء فدي تحسب لان احنا كان عندنا صغرة دفاعية كبيرة جدا 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 قفلها في صراحة كارلو الأنجلوتي وقفلوها مدفعين ريال مدريد لو جيت تبص على تمريرات صحيحة مدريد عمل 562 تمريرات صحيحة ولجنس عمل 231 تمريرات صحيحة لو جينا نبص على تقييمات اللاعبين عامة هتيجي تبص على العيب تريد مدريد هتلاقي ان اقل تقييم في المباراة كان تيبو كورتوة ستة وتسعة الرجل كان قاعد شرد اللحافه نايم في الجن بتاعه فطبيعي ياخد قل تقييم هتيجي تبص على التقييم اللي بعديه كان فرانك جارسيا وراول أسينسيو دول واخدين سبعة وواحد بعد كده ادواردو كامافينجا واخد سبعة واثنين بعد كده دانيس بايوس واخد عفوا انتونيو رودجر واخد سبعة ونص دانيس بايوس واخد سبعة وستة وايضا كيلانين بابيه رغم الجن اللي جيه بواخد سبعة وثمانية وجود بيلنجهام واخد ثمانية اردا جولر واخد ثمانية وواحد وفينيسيوس جونيور ثمانية وخمسة وفالفيردي واخد ثمانية وسبعة ويمكن اردو انتوا لاحظتم ان فالفيردي كان ليه مهام قوية قوي ان هو يرجع يدافع ويلعب باكرايت صريح في ثلاث تربع اوقات اللقاء ورغم ده قدر يجيبه جون لما كنا بننزل نهاجم كان فالفيردي بيتحول دوره من الباكرايت في المرحلة الدفاعية لخط وسط في المرحلة الهجومية وده كانت جرأ بصراحة ايضا من كارلو انشلوتي ان هو يلعب المباراة باكتر من لعب مش اساسي زي دانيس بايوس زي اردا جولر زي راول اسينسيو زي فران جارسيا وهكذا اه اعرف البداية اللي عنده مش متاحة وعنده اصابات وعنده مشاكل كان بره عدك ابراهيم دياز ولوكا مودريتش واندريك واندري لونين وميندي وفاليخه طبعا مهم هو مرايح ميندي شايف ان فران جارسيا افضل خطة نرى تقريبا كان معها اربعة اربعة اتنين وتقريبا بكنا نشوف فينيسس جونيور وبابيل اتنين يعتبروا كأنهم راس حربة اه كان ساعات بيقلبها اربعة تلات تلاتة او اربعة اتنين تلاتة واحد وكان بيخلي اه اردا جولر يتطرف شوية كأنه جناح ويخلي فينيسس جونيور يتطرف كأنه جناح ومبابي يلعب مهاجم وكن ساعات بنشوف روتيشن ما بين مبابي وما بين فينيسس جونيور ولكن كانت الخطة في المعتاد او على الورق كانت اربعة اربعة اتنين وكان اه نجح فيها النهاردة كارلو انشلوتي وقدر انه هو يستحوز على الملعب سواء بالتمريرات سواء بالاستحواز سواء بالتزديدات سواء بالارداف سواء بالفوز تاني بقولك يا جماعة المشكلة دايما او نجاح المدير الفني في وراء معينة مش شرط يكون بلعب فرقة كبيرة انت ممكن مدير فني مع فرقة كبيرة جدا هو فرقته كبيرة يلعب فرقة صغيرة تهلفته لا النهاردة كارلو انشلوتي قدر ان هو يحاول انه يعود مرة اخرى يعني قناعاته القديمة ما يلعبش كثير في الخطة اه عمل بعض التغييرات اللاعبين مركز بمركز او لعيب بلعيب لكن بغض النظر انه كان عنده تحفظ على انه يحافظ على هويته كريم وهويته كمدير فني لكن اضاف بعض المرونة التكتيكية في هذه المباراة دي اللي خلت ليجانس مش قادرة تشوك فيك ولا شوطة بالاربعة اربعة اتنين المقفولة الديفنس او الديفنس في حالة الدفاع وقدر ان هو يديك جرأة هجومية على ليجانس عشان المباراة تخلص بنتيجة ثلاثة صفر وفرق بينك والمرشلونة مباراة مؤجلة واربع نقط فقط في مرحلة الحصول على الدور الاسباني ما تنسى يا صديق العزيز تعمل لايك للفيديو وشارك للفيديو في كل مكان تشارك في قناة اليوتيوب وتفعل الجراش اوصالك كل جديد وتعمل في صفحة الفيسبوك كم معاقلكم صديق عمرات في قناة صفحة صاحب الكورج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر